أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك ثلاثة ملفات مهمة تأتي على رأس أولوياتها ملف الاستثمار في هذه المرحلة وتتمثل في حل مشكلات المستثمرين قائمة وسرعة إصدار الترخيص للمشروعات المتقدمة بالأضافة إلى الترويق للمشروعات والفرص المختلفة جاء ذلك خلال اللقاء مدبولي مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة وأضح مدبولي أن الدولة قامت بتفعيل الرخصة الذهبية وتمت الموافقة على إصدار الرخصة الذهبية لثمانية مشروعات خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء ومن ثم يجب متابعة هذه المشروعات لبدء العمل بها